هنروح لخبر تاني ومع كرة الطائرة سيدات تعرفين طبعا ان احنا عندنا في النادي الاهلي لبرو الفريق نادا وليد الحقيقة واخدت احسن لبرو في افريقيا وده الكلام ده في سنة عندما اتيحت الفرصة لنادا وليد من السنة اللي فاتت اصبحت افضل مستقبل في افريقيا كليبرو اللبرو في كرة الطائرة ده شغلته استقبال فقط ما بيدربش بيبقى لونه او تشيرته مختلف عن باقي اللاعبين فالحقيقة النادي الاهلي شاف وكان فيه رؤية فنية طبعا لكابتن ابراهيم فخر الدين المدير الفني الجديد لفريق السيدات واسطورة النادي الاهلي في كرة الطائرة في التدريب شاف انه محتاج لبرو تاني محتاج يكون في اتنين لبروهات عشان يعني ما يبقاش فيه حرق لنادى وليد بالاضافة طبعا للناشئات اللي طلعين فالنادي الاهلي اعلن منذ ايام تعاقده مع لبرو نادي الشمس نهال جمال العقد امتد كام يا كابتن ايسم امتد اربع سنوات زي ما قلنا لحضراتكم دي سياسة النادي الاهلي مفيش حد يمضي سنة اتنين تلاتة اربعة وبعد كده نتكلم طبعا مبروك التعاقد مع نهال جمال نهال احد افضل اللبروهات في الفترة اللي فاتت في مصر زي ما قلت لحضراتكم التوقيع كان في حضور كابتخاد العودة من دول النشاط الرياضي ويعني اهلا بيها ودي يمكن سد الصغرات اللي كانت موجودة السنة اللي فاتت طبعا انا يعني بروح النادي اوقات كتيرة جدا وبقعد في الصلاة والحياء لما بكون يعني في النادي بطلع من هنا خش هنا بطلع من هنا خش هنا عقود اتفرج عقود اتفرج على الفرق وهي بتتمرن انا متعتي كده الحقيقة فبقعد اتفرج على السيدات الحقيقة كابتن ابراهيم فخر الدين يعني بتعامل مع الفرق انها فرقة رجال بجد يعني انا عايز اقول لكم مفرمة يعني التمرين مفرمة واعلى اجهزة واعلى تدريب واعلى قياسات اعت يعني انا اتبسطت واتمزجت كده من تمرين كابتن ابراهيم فخر الدين خش بقى على كابتن حمد الصفي خش على تمرين طبعا الفريق الاول لغاية ما يكتملوا